في حكاية هاخدكوا فيها بسرعة يعني بسرعة عشان معنا مدخلة مهمة جداً بس هاخدكوا فيها بسرعة الأهلي والزمالك على مدار التاريخ أسماء كبيرة فيش خلاف مش بعرفك يعني هم أسماء كبيرة أسماء كبيرة وأي لاعب بيلعب لهم بيبقى اسم كبير عشان بيلعب لهم بشان هو اسم كبير هو أكيد موهوب وعنده إمكانيات بس بقى اسم كبير الناس بتحبه والناس بتشجعه عشان بيلعب للأهلي وبيلعب للزمالك بس أول ما يحس اللاعب بنفسه أنه هو أكبر من الأهلي أكبر من الزمالك يبقى ده تحريك ليه عشان أنت لاعب ونجم وموهوب ورائع ومؤثر وكل شيء بس أنت بدون الأهلي والزمالك كم لاعب كبير في الكرة المصرية أو كم لاعب كبير في التاريخ ما عدوش على الأهلي والزمالك اسمقهم يعني كانت متوسطة من حيث النجومية متوسطة لكن كونك أنك بتلعب في الأهلي والزمالك أنت خدت 4-5 نقاط زيادة كده خلاص أنت كده كده على موهبتك دي أنت واخد 4-5 نقاط زيادة عشان كده مهم جدا أنه اللاعب يفهم أنه مش أكبر من النادي اللي بيلعب فيه خاصة لو هو نادي كبير وعلى فكرة حتى لو مش نادي كبير فالنادي اسمه دايما أكبر من اسم أي لعب أي نادي أنا بقولي الكلام ده بممناسبة إيه؟ بممناسبة أن إحنا من كام شهر كان في بعض اللاعبين اللي خرجوا مثلا من النادي الأهلي كانوا يتحدثون عن فكرة أنهم مظلومين أو مكهورين أو عندهم مشاكل وكانوا بيحاولوا يكسبوا تعاطف الجماهير ضد النادي الأهلي وقتها تضيعت وقلت ده تهريج ليه تهريج؟ أن أنت عمرك ما هتروح لمشجع تقوله حبينا أكتر من النادي أو تعاطف معايا أكتر ما بتتعاطف مع النادي حتى لو أنت معاك حق شوف بقى بقولك حتى لو أنت معاك حق طيب الأصول في الأمور اللي زادت ليه؟ وده بمناسبة اللي بيحصل في نادي الزمالك أنه أنت من حقك كلاعب أدم عقدك بيخلص يتكمل مع فرقتك يتمشي حقك تماما بس ما تحاولش في أي لحظة ما تحاولش في أي لحظة مع الجمهور أنك تكسب ضد النادي عشان مش هتكسب النادي النادي دايما اللي هيكسب اسم النادي هو اللي هيكسب اسم الكيان هو اللي هيكسب حتى لو أنت معاك حق فتعمل إيه في الظروف اللي زي دي؟ تخرج بسلام بسلام تام لا تتحدث عشان في يوم من الأيام ترجع تادي للنادي ده بأي شكل بلاش حتى ترجع النادي تفضل تحافظ على الجماهرية أو جزء أو ما تبقى من جماهريتك عند الجمهور النادي اللي بيحبك أو اللي كان بيحبك عشان هو أصلا بيحبك عشان أنت بتلعب في ناديه هو ما بيحبكش الكيانك أنت كشخص بالنسبة له مش كيان النادي هو اللي كيان فده النقطة مهمة جدا أنا بقول ده بخصوص لعيب الزمالك أنه هم هيمشوا أو تم الاستغناء عنهم أو هيمشوا ممزاجهم أو اللي أنت عايز تحسبه حسبه بس امشي بهدوء مش هتكسب كل حاجة أجماعة مفيش بني آدم في الكون ده دي حاجة بشرية عادية حاجة في الدنيا عايشينها بيكسب كل حاجة ما ينفعش يتبقى عايز تكسب فلوس وعايز تكسب جماهرية في نفس التوقيت الاتنين في كثير من الأحيان ما بيتقابلوش أنا بتكلم إيه أنت لو فضلت في نادي الزمالك هتكسب فلوس و هتكسب جماهرية بس إتعايز فلوس كتيرة قوي خلاص فلوس الكتيرة دي قوي روح خدها من مكان تاني بس ما تستناش إن الجماهرية تمشي وراك مش هيحصل حقك أنا دايما ضد فكرة زي ما أنا كنت دلوقتي بقول نتمنى السلامة رمضان صبحي وبدأي جدا لم أشوف حد بيهجمه دلوقتي وهو مصاب حرام ما ينفعش ضد الطبيعة عبرده هو حر بس في نفس الوقت رمضان وقتها انتقضت فكرة إنه خرج للإعلام وكان بيحاول يعني يستجد التعاطف في الناس ضد النادي الأهل ما هذا مش هيحصل هو الناس لما بتسألهم حراك بتشجع إيه بيقول لك أهلاوي ولا زملكاوي ولا بيقول لك رمضاناوي ولا شكبلاوي ولا أبو جبلاوي هو بيقول لك أنا أهلاوي أو زملكاوي ما بي يعني على مرة تاريخ يعني حتى الخطيب حتى حسن شحاتة الناس حبيتهم عشان الأهل والزمالك عشان هم موجودين في الأهل والزمالك يعني الخطيب الأسطورة موهبة كبيرة تاريخية في تاريخ الكرة المصرية لو كان بيلعب في نادي آخر غير الأهلي كان الناس هتحبوا كل الحب ده رغم أنه هيبضل نفس الموهبة لا حسن شحاتة المعلم العظيم لو كان بيلعب في نادي غير نادي الزمالك كانت الناس هتحبوا الحب ده لا هو بي جزء كبير من الحب الجزء الأكبر من الحب قبل الموهبة أنك لابس تشيرت النادي بتاعي أنا ساعات بقول حاجات المفوط تبقى مسلمات أنا بقول كده عشان بستغرب اللاعب اللي بيحاول بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بتسريبات أو بأخبار تنشر في المواقع أو على القناة يحاول يبين قدام الناس أنه مظلوم لا البيعة دي خسرانة دي بتخسرك أكتر اسكت ما تتكلمش حقك اعمله حقك إيه عايز تبقى بقى عايز تمشي امشي كل واحد وعنده حياته وعنده ظروفه وعنده أفكاره وعنده شكل المستقبله بيبحث عنه كل واحد هو كل شخص عارف ده بنفسه بس ما تدورش على كل حاجة ما ينفعش تاخد كل حاجة اختار اللي انت عايزه من حقك بس ما تختارش انك تاخد كل حاجة عشان ما تخسرش كل حاجة شكرا للمشاهدين